من رحيم المعاناة تولد الكفاءات هي قصة طفل شمس الدين من قسنطينة تلميذ بعمر ثامنة لكن براعته في الحساب ونشاطه الذهني يمكنانه من حساب مختلف العمليات الحسابية مهما كان نوعها وعددها أنا أشمعي يا شمس الدين لقاء السنة الثالثة وعمري جمع السنوات ونعافي أن نحسب ضربه جايد وقسمة ونقص اكتشفت الموهبات ابني كان عنده طيف التوحد الحمد لله جريت عليه ارتاح الحمد لله بعد بشوية بشوية لقيته يعرف غل حساب الديني ما كنتش على بالي باللي يعرف بعد اختوت الدير في العمليات ولا تجاوب يهضر هو اللي يجاوب لها هي جي تكتبها هو يجاوب لها عنده حساب سريع رهي بارك يعني سريع يسبقني قبل ما ندرك الكالكولات هو اللي يجاوب موهبة يسعد طيف الشمس الدين لتطويرها رغم الظروف الاجتماعية الصعبة والإمكانية البسيطة فهو يطمح لي أن يكون تلميداً وفرضاً في صفوف أشبال الأمة لخدمة هذا الوطن الظروف الاجتماعية يعني جدئ هو اللي يشوف صحابه يقول لي ماما هما لابسين المش لا بسكة نقوله نورمال أقرأ تلقى يستقبل حابته يقول لي كما أنشتاين حابته نابغة حابته نابغة يوصل لي يعني المواصل الكبار تمنيته تمنيته هو اللي يفرجها علي أنا كما نكبر نعود نقرأ أشبال الأمة واحد من بين النوابغ الذين أنجبتهم مدينة العلم والعلماء يستحق التشجيع والمتبعاء رغم صغار سنه يستحق التشجيع والعلم